هنكمل محضرات الامج بروسسنج الجزء اللي فاتتكلمنا على السيجمينتيشن هنتكلم هنا برضا أو هنكمل جزء السيجمينتيشن وهنتكلم عن بارتتو اللي هو بيكلم عن الاج لينكينج في بعض الاحيان انا بيكون عندي عرفت ان النقطة دي عبارة عن ايج وخلاص طلعتها او رسمتها في الاوتبوت بس دي ما عرفش طلع عنها ايج طلعتها بنسبة ايرور يعني ما كانش فيه اج فانا محتاجة ان انا عايزة في مرحلة مراحلة ان انا اوصل الاج ببعض اللي هي موجودة على استقامة واحدة ويظهر الاوتب بمنظر ده لأي سبب بقى يعني ممكن يكون انا عايزة الخطوط دي تكون واضحة في الصورة عايزة مثلا حاجة زي كده ان ممكن يبقى عندي الوينتز دي انا عايزة هي مش متوصلة ولكنها على طبع خط واحد عايزة توصل هنا او تبين فده اسمها الاج لينكينج ان انا عايزة اوصل الاج ببعض عندي طريقتين طبعا احنا هنا امج سيجمنتيشن لو مسيكنا الباوندري بيز او الديسكنتينيوتي كلمنا المرة بفتح عن زي بعمل ديتكشن البيتكتل 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 الوينتز في الجزء ده اتكلم عن الاج لينكينج فيه طريقين فيه حاجة اسمها لوكال بروسسنج وحاجه اسمها كلوبال بروسسنج الكلوبال بروسسنج فيه طبعا فيه اكتر من طريقة فيه بس هنشرح بس الهوف ترانسفور فهنشرح بس الاول الوكال بروسسنج وبعدين الهوف ترانسفور طيب الوكال بروسسنج بيعتمد ان انت في الاول تحسب المجنيتود والديريكشن بتاع الاموت اميج اللي جاي لك يعني انا مثلا عندي اميج زي كده افترض ان دي جزء من اميج معينة عايزة احسب لها لوكال بروسسنج او عايزة عمل اجي لينكينج فبتجيب للاميج دي بتجيب لها الافياد الفيرس ديرباتيف الافياد الفيرس ديرباتيف استخدام مثلا السوبل وانا بستخدم السوبل بجيبه مثلا عندي ممكن اجيب السوبل في اتجاه الاخس او السوبل في اتجاه الواي او السوبل اللي هو هيرتيجل ارزينكاليان وبعد كده بجيب المجنيتيود اللي هو عبارة عن الاف اللي بيكون من الايكوشنا اخدناه قبل كده اللي هي جزر التربيعي بتاع الاكس تربيع زائد الدريفاتيب بتاع الواي تربيع لما باجي اجيب الصبل اللي هو الدلت اكس اللي هو بطبق الفلتر اللي اسمه اللي بيكون اله موجودة في النص كده عندي مثلا 3 في 3 ودي صفر المسال ده هنشرحه بالتفصيل برضو في الستيبل الجاية بس انا بشرح الفكرة وهنا مثلا كان سالب 1 سالب 2 وهنا سالب 1 وده 1 2 1 هتطبق الفلتر ده على كل بيكسل في الاخر هتلع لك اضبط كده اسمه ودلت اكس طبعا متخيلين يعني بعدين هتطبق الفلتر هتجيب الفلتر تاني اللي هو خاص بيه الهوروزنتل اللي هو الهوروزنتل اللي هو الهوروزنتل تبقى في النص اللي صفر يعني تبقى في النص وفي الاخر هتلع لك دلت وال ده الصبل لو انا عايز اجيب الهوروزنتل لو انا عايز اجيب الهوروزنتل بعد ما اتطبق الفلتر ده هتلع لك برضو دلتا وي دي اتصاج بتاعها لو ده ثلاثة فاربعة دي برضو هتبقى ثلاثة فاربعة تمام ودي هتبقى ثلاثة فاربعة هجيب منهم الدلتا اف دي برضو هتبقى ثلاثة فاربعة زي ما هجيب الدلتا اف هجيب اللي هو الرو الرو دي بتساوي التان امبرس او تان ماينوس وان يعني للدلتا وي على الدلتا اكس في الاخر برضو هتبقى ثلاثة فاربعة فانا بحسب للامج اللي جايلي الديركشن والماجنيتوت باعدا بحسب موجناتوت خليا نشوفه احسن متفصيل لو انا مسلا عندي الماجي بتاعتي اللي هي كانت دي ثلاثة فاربعة اللي هي اتنين تلاتة واحد خمسة ستة صفر تمانية اتنين اه خمسة ستة سبعة واحد. هعمل لها ايه? بقول لي هنا كمبيوتزا ماجنيتيوت اندل ايه الانجل او الديريكشن. اه باستخدام السوب الماسك وبعد كده قبلاي فانا هيجيب الدلتا اكس وهجيب الدلتا ويبعد كده بالاف واجيب الالفا. وبعدين هعمل حاجة اسمها سري شولدن. خلينا بس نجيبها واحدة واحدة. اه دلوقتي جالي الدلتا اف واجبت الالفا. وبعدين من الاتنين دول هجيب حاجة اسمها السري شول ديماتريكس. السري شول ديماتريكس يعني ايه? يعني تبدأ تشوف ال دلتا اف دي. اه مين في الارقام دي خلينا مسلا قلت اسمه عشر. مسلا يعني. اه فاشوف مين في الارقام دي اه اكبر من العشرة واقل من العشرة. خلينا نقول نية خمسة اشر. اعتقد ان نية خمسة اشر. طيب. لو الاربع اقل من خمسشرة? اه هحط سفر. الثلتاشر والواحد والواحد ايوة. هحطوه برضو صفر لانهم مقلل من خمساشرة. الواحد التمنتاشر دي اكبر من خمساشرة. هحطها واحد. الاثناشر والحداشر. اه ياني. طبعا دي مقفوظ مسلا تكون اربعتاشر او حاجة. الاثناشر والحداشر والاربعتاشر دي كلها صفر. الرقم دي كلها ليه فوق الخمستاشر هحط مكانها واحد ده الماتريكس برضو بتبقى ثلاثة فاربعة زي الماتريكس الاصلية عادي وبتيجي نتيجة ان انت بتقرن ده بده اللي بيحصل بقى بعد كده ايه بتمسك كل البيكسز اللي هي واحد يعني بتعمل زي فورلوب بتعدي على كل الوحيد مالهاش دعب الاصفار تمسك الواحد ده يعني فورلوب دلوقتي عندي كان واحد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس عندي خمس وحيد وقال فورلوب خمس مرات فكل مرة هتعمل هي هتمسك الواحد ده وهتعدي فلتر عليه ثلاثة في ثلاثة تمام فلتر ثلاثة في ثلاثة وتبدأ تمسك الاصفار اللي موجودة في الريجن بتاعته ايه تشتغل عليه انا مشكلتي كلها ان انا عايز اعمل اجي لينكينج اجي لينكينج يعني عايز اشوف الحاجات اللي انا قلت عليها ان هي مش اج ممكن ادخلها معايا في الاجي ولا لا يعني الاصفار دي عايز اتلقى خليها وحيد ولا الوحيد خلاص يا معروفة انها وحيد الاصفار عايز اشوف ازا كنت اخليها وحيد ولا بعمل ايه دلوقتي انا مسك الواحد ده اوكي انا بدأ تعمل حاجة اول حاجة بتمسك الـ 18 و 7 من 10 الـ 18 دي تبدأ تقول الـ 18 انا عندي سفر هنا بتقول الـ 18 ناقص الـ 14 بكام برقب النفرد ده ناقص الاسمه اربعة طبعا ناقص الاسمه هو اربعة اصل الاربعة دي اقل من او يساوي سريشلد معين ده سريشلد ده بتحدده برضو في المسألة او بتحدده اه او واتفر فانت عندك هنا سريشلد اسمه اا اربعة هل الاربعة علي من او يساوي الاربعة ايه طيب بعد كده بتمسك الـ 7 من 10 بتشوف هي اا اا 7 من 10 ناقص الواحد وواحد طبعا هننخد الماجنيتود اا اقل من السريشلد اللي اسمه مثلا الـ 2 عندي سريشلد التاني اسمه 2 اا هو اقل منه اه اقل منه خلاص لو الاجابة بتاعت السؤال ده كتيس والاجابة بتاعت السؤال ده كنيس ده معناه ان الزيرو هتتحول لوحد اوكي غير كده الزيرو هتفضل زيرو غير كده اللي هو ايه انت مثلا اا خلاص انا خلصت مثلا اا اا انا دلوقتي خلصت السفر ده اوكي ده كده خلصته وعرفت انه هو هيتحول لوحد ده هيتحول لوحد امسك بقى السفر التاني هعمل في ايه اعمل فيه نفس اللي انا عملت دلوقتي ان انا هبدأ كارد الـ 18 ناقص الـ 13 هل هي اقل من السريشلد ده لأ والـ 700 او 7 من 10 اقل من اا 7 من 10 ناقص الرقم ده اا اقل من السريشلد وقا لا فعندنا 18 ناقص 13 خمسة خمسة قال لي من او يساوي الـ 4 لا كده بعد كده الـ 7 من 10 ناقص ناص واحد وخمسة قال ليها زائد هدين 2 و 2 2 و 2 اقل من الـ 2 لا فالـ 2 لأ الاجابة بتاكي السؤالين لا هيبقى الـ 0 هتفضل 0 يعني مش مش هكمل اا لكن مسلا عايز نشوف الـ 0 التالت يبقى هكارن 18 بالحاجة قال ليها ما كان السريو التالت هنا هنا 0 هيبقى انا همسك الرقم ده معايا 18 ناقص 12 هتطلع للرقم وهنا 18 ناقص 1 و 2 هتطلع للرقم اقارن الارقام دي كلها بتاعتي والاجابة هنطلع هنا يشو نو هيبقى برضو 0 هيبقى 0 دي فكرة بس الـ local processing هي يعني straight forward وتافها يعني ما فيهاش اي حاجة بس دي طريقة ان انا عايزة اعمل او ان انا عايزة اشوف البيكسل دي يعني اخليها تبقى وانو ولا لا فهو انا برضو نفس المثال بيقولك انت معاك image يجيب لها النفس على صوب الماسك بحيس تجيب الـ delta x والـ delta y او الـ gx والـ gy بعد ما تجيب الـ gx والـ gy على هيئة ماتريكس جيب الـ delta f وبعد كده برضو جيب الالفة الالفة اللي هي بتصويت الـ inverse gy على gx بعد كده عايزين نطبق الـ اسمها ايه الـ local processing جيبت الـ delta f وجيبت الالفة تعمل الاول step عندك انت بتقبلها threshold فلو عندك ماتريكس زي كده ودي الالفة وشفت الطبقة threshold على الالفة على الـ delta f ما بتطبقاش على الـ بدلت تشوف threshold ماتريكس من الاخر يعني بتيجي من delta f بعد ما بتقرنها بالـ threshold بطلع لك ماتريكس زي كده بتبدو تطبق local processing انت عنده كل بوينت اسمها واحد يعني واحد 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 كل الوحيد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ست سبعة بتعمل فورلوب يعني سبعة اتريشن كل اتريشن بتشتغل على واحدة من الوحيد فلو فردنا مثلا دي كانت البيكس اللي انا مهتمة بيها هعمل حواليها region ثلاثة ثلاثة وابدأ اشوف فين الاسفار اللي هنا ده صفر وده صفر وده صفر اشتغل على الصفر ده العاشرة نقص التلاتاشر تكررنا بستريشن هتلاقي الخمس نقص ربعتاشر تلاتاشر نقص عشر لو لقيت ان هتلاحظ مثلا هنا الاتنين اتحقق او واحدة اتحققت والتانية ما اتحققتش هيبقى في الاخر ان زير هتفضل زير مش هتغير بعد كده في نوانة في نفس الاتريشن امسك اقارن الواحد بالصفر في الاتريشن دولي الاتريشن نقص واحد والعاشر نقص ثلاثة المجنيتيود هتلاع لرقم وكررهم بستريشل وهكذا ده ده فكرة اللوكال بروسيسنج ما فيهاش اي حاجة خلص الاستيبت التانية ان انا بعمل حاجة اسمها جلوبال بروسيسنج ان كأني كنت يعني كأني كنت هنا بعمل ريجون عند الماتريكس ثلاثة فاربعة باخد ريجون حوالين كل بيكسل صغيرة ثلاثة في ثلاثة وابدأ اتكرر على اساسها ان تتعمل ولا فده اسمها لوكال بروسيسنج لكن انا هعمل جلوبال بروسيسنج فاعتمد على الامج كلها او على الصورة كلها فاستخدم الهوف ترانسفورم فكرة الهوف ترانسفورم بتقول لك ايه دي تبقى متوصلة ببعضها السؤال هنا لو انا مثلا عندي اللاين برسمه في البلين بتاع الـ x وال-y هيظهر لي حاجة زي كده ولو خدت اي نقطتين فيهم يبقى عندي مثلا نقطة x1 و y1 نقطة تانية اسمها x2 y2 او xyi وال xj yj انه دون دول ما لهم مشتركين مع بعض في ال-a وال-b يعني اصلا عندي معادة المشروط المستقيم ال-y بيستوي ال-a x plus b لو عوضت بx1 و y1 في لو عوضت بالx1 و y1 في المعدة دي given يعني انا عارف ال-a وال-b هما اللي تنين لهم نفس ال-a وال-b طيب انا دلوقتي مشكلتي ان انا هيجي لي خطوط كتيرة يعني الخط ده وبعدين خط تاني اللي احنا شفناها من شوية بتاعة الطريق تلاقي خط كده وبعدين هيجي لي خط كده فالمفروض ان النقطة دي مثلا اللي موجود على الخط والنقطة دي اللي موجود على الخط والنقطة دي و دي كلهم لهم لهم نفس ال-a وال-b فانا من الاخر مش هرسم in terms of الاحداثيات اللي هي ال-x و-y انا هرسم given الاحداثيات اللي هما a وال-b اوكي هعمل dimension تاني او بلين تاني اسمه a و-b اوكي و لما هاجي ارسم الخط اللي في ده هيترسم لي كده اوكي طيب وهاجي ارسم الخط التاني اللي هو ده هتلاقي كده تمام ايه بقى اللي هيحصل ان طبعا انت نرسمها given ال-a وال-b يعني فهتلاح يعني ارسمها given ال-a وال-b ازاي اللي انت عندك معدل بتاعت y بيساوي x plus b هتخليها b بيساوي b بيساوي b بيساوي ايه بيساوي y minus x x r فلما اجي ارسم الخط ده بالإحداثيات او بجبن المعادلة دي هيديني الخط ده مساء اوكي طيب ولما اجي ارسم الخط ده مش في الحساب بتاع x y هرسم هنا في a b هيديني الخط ده هيبقى ايه هيبقى لتنين دول هيتقابلوا في نقطة معينة اللي هو a dash والb dash او a bar والb bar انا a b اللي هما a و b اللي هما اصلا يعني ما بيقول ان هما في نفس الخط ده 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 فكرة بس انه بيحاول يحول المعط من x y plane ل a b plane بحيس انه هو بيحاز يعرف كل الخطوط اللي هي لها نفس يعني كانها متحدة في نفس a و b او لها نفس ال equation يعني انا مثلا لو عندي y 1 يعني ده معادة خط معين y يتساوي x plus b وبعد كي جالي y تانية ومعادة تانية فيها يتساوي ax plus b مثلا خلينا نقول ax 2 plus b بفرض ان ده ده خط تاني او مستقيم تاني يعني ولو طلي عن المستقيمين دول ليهم نفس a وال b يبقى خلاص يعني ده ليه نفس a وال b بتاع ده هما بس كنه على امتداد واحد ده a و b بتاع ده هيبقى هيبقى ان نوكتين دول هيتقطعوا مع بعضك a وال b plane هيتقطعوا لما هيتقطعوا هعرف مين a وال b اللي هي اصلا بتاعك لما عرفهم النكس تستبقى ان انا اوصلهم ببعض بس انا بس بعرفهم من خلال a الانترسيكشن ده فبنسمى ده ان انا بحول البوينت من x y plane للبرامتر space او البرامتر plane امام طبعا ال half transform ده ممكن يتطبق على اي حاجة معادلتها معروفة يعني السيركل مثلا معادلتها معروفة يبقى لما اجي هرسم احول الحاجات من x y plane هحولها ل a وال b plane او البرامتر ستاع ال equation هيظهر لي انترسيكشن اول ما لاي انترسيكشن نقطة او دي الحاجات اللي هي ايه يعني لها نفس البرامتر طبعا هيوضح في الاخر لما اجي اتكلم على السيركل طيب فده معنى اللي انا بتكلم فيه انت معاك x y plane معايا خط وفيه نقطة كتيرة كل النقط دي كل النقط دي طبعا احنا انا انا ليه بقول النقط لان ان انا اصلا المفروض يكون عندي خط كده هنا برضو بتاع الطريق فده النقطة دي تنتام لخط لو الاثنين النقطة دي ونقطة دي ليهم نفس الA والB هيبقوا عاملين زي كده هيبقوا عاملين كده دي النقطة الاولية واحد ايه مسلا انا ما اقولش ايه خلينا نسميها m ادي دي النقطة m لما اجرسمها ودي النقطة n هتلاقيهم ما لهم لهم نفس الA والB هتقطع هتقطع في برامة ال سبيس تمام لو كل النقط اللي هلاقيها متقطعة هاخدها وده اللي هحطها في نا عايز اعمل لها عايز اوصلها ببعض طيب في بس مشكلة في الطريقة دي في بس مشكلة في الطريقة دي المشكلة في معضلة الخط المستقيم اللي هو بيكون vertical الخط المستقيم اللي هو بيكون رأسي كده الخط ده اللي سلوب بتاعه بيكون مال النهاية بيكون infinity فانت مش هينفع تحوله مش هينفع تحوله في ال A وال B لان انت مش هينفع تيجي مسلا هنا بي بي ساوي minus X I A plus Y يعني الده اللي سلوب فانت تقول في infinity بي بي ساوي infinity X I plus Y فمش الطريقة دي عندها مشكلة بس او يعني انا حول البرامة البرامة هتبقى مش مناسبة للveretical lines فانتظر ان احنا نروح ال space تاني اسمه polar space او polar dimension او plane اللي هو احنا ممكن عبر عن معادة الخط المستقيم بانه عبارة عن X كزين سيتا زائد Y ساين سيتا بيساوي الروح وير طبعا ان السيتا هي الزاوية اللي الخط ده بيعملها يعني الزاوية اللي بيصنحها هذا الخط مع محور السينات بحيث طبعا الخط اللي هو ده يكون نازل عمودي يعني انا مثلا لو عندي ده الخط اللي مهتم بي هروح عاملة حاجة كده عمودية على عمودية هعمل حاجة عمودية على الخط طبعا فليه مش بتيجي عمودي تمام الخط ده بقى انا هطوله اوكي الزاوية دي اللي هي سيتا دي سين اللي اقصد عليها اللي الزاوية اللي بتكون اللي الخط بيعملها مع محور السينات جبن ان في حاجة عمودية نزلت عليه ده السيتا ايه هي الرو هي المساب هي اعتبر الديستانس الديستانس بين النقطة اللي اسمها 00 والنقطة على الخط المستقيم اللي هي كانت نزل ايه من الخط العمودي تمام فدي معادلة تانية بقدر استغلنا عشان امثل الخط المستقيم لو انا معايا الـ هتبقى شكل المستقيم كده لكن لو اضطرت ان انا اعبر عن الخط في الديمنشا بتاع السيتا والرو هتبقى شكل الواحدة يبقى عبارة عن حاجة زي كده او النقطة الواحدة سوري النقطة الواحدة اللي موجودة على الخط تبقى عبارة عن ساين ويف والنقطة التانية تبقى ساين ويف تانية هم النقطة دي كلها لو جيت مثلا جالي نقطة ثالثة او طفر كلهم هيتقابلوا عند كوزاين معينة وسيتا معينة دي كده الكوزاين والسيتا اللي هي بتعبر عن معا الخط المستقيم طبعا العادي ان ان السيتا دي لها لها لمت يعني السيتا مش هينفع مثلا يبقى الخط كده مش هينفع عادل ويبقى عندك الخط كده الزاوية اخرها 180 اللي هي 2 فالسيتا اجر نساوي 0 وقال منها بيساوي 2 دا الكنديشن يعني اللي عندنا والرو طبعا الديستا بيكون اكبر من 0 ما يفضل يعني ان الخط ما يبقاش متطابق على 0 0 بيبقى اكبر منها بحيس ان الرو اكبر من 0 وقال من قيمة الرو ماكسموم اكبر قيمة تتخيلها يعني طبعا نتيجة لو بتعامل مع كمبيوتر او حاجة فنتأكد عندك يعني ان الخط دا ممكن يبعد عن الاحداثيات اللي هي 0 باقصى حاجة ايه والرو بيساوي اتنين الجزر التربيعي الاثنين مضربة في الدستنس اللي موجودة ما بين 0 و النقطة اللي عمودية على المستقيم النقطة موجودة على المستقيم اللي هي دي اوكي طيب احنا عايزين نعمل ايه دلوقتي ان انا لو حصل وبقى عندي خطوط كتيرة خلينا ندي مثال احسن بتالي دا مثال دا كويس انا عندي هنا في نقطة اتنين تلاتة اربعة و واحد تلاتة خمسة وعندي برضو واحد اتنين وعندي واحد اربعة اللي انا بقولهم دول ان انت هتلاحظ هنا ان الواحد الاتنين تلاتة اربعة على استقامة واحدة والواحد تلاتة خمسة على استقامة واحدة وبرضو الواحد اتنين لو انا عايز اعمل بخطوط تانية خلينا عمل بخطوط تانية احسن يعني تبع عليكم بغير الالوان اه 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 انغير اللون الساير التالي دا خلينا كده اه فده يبقى لون تاني اوكي اه اه ويه لو خطت تاني ما كان فلو انا عندي النقطة اللي هي اتنين تلاتة اربعة دي خلينا اصلا اللي في اللون اصفر بس عشان من غير ش اللون واحد تلاتة خمسة عايزة اشوف الالوان دي في البلين بتاع السيتا رو فالنقطة اللي اسمها واحد لو جيت رسمتها هتديني مثلا كده ماشي مش مش كده ده واحد والنقطة اللي اسمها تلاتة هتبقى كده دي تلاتة وليه مش والنقطة اللي اسمها خمسة هتبقى كده خمسة هتلاحزي ان التلاتة نقطة دول اتحدوا اتقابلوا عنده نقطة معينة فلانهم اصلا هتستقامة واحدة فالنقطة دي اللي هي الكوزين دي والسيتا دي هم دول اللي هيحقول معادة خط المستقيم فانا كده عرفت كل النقطة اللي موجودة تبع مستقيم واحد او تبع خط واحد طبعا لو انا كان عندي بروكن لاين شور احنا خلقنا هنا لو انا عندي بروكن لاين كده وعند النقطة دي كانت مثلا ستة وجات رسمتها هتبع هي من النقطة اللي هي ايه هتلاقا هي من ضمن الحاجات اللي هي بتانترسيكت مع النفس النقطة دي تمام دي مثلا دي النقطة رقم ستة فانا لو عرفت ان النقطة رقم ستة دي ليهم نفس الكوزين ونفس السيتا ده معنا ان انا اضطر ان انا اوصل الخط بالخط ده دي فكرة الـ فده كان التنسفورم هم طبعا انت بقى واضحة انه هو بيحاول بس يحول الـ كلها من الـ 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 الالفا قصدي وال الالفا والسيتا بلي طيب ايه انه خلاص عمل عايز يعمل حاجة اسمها اه ادجي لينكينج يعني عايز يبدأ يوصل الحاجات ببعض فبيضطر ان هو يمشي طبع الـ معين او يكون حاجة اسمها اكيوميليشن ماتريكس يكون حاجة اسمها اكيوميليشن ماتريكس خلينا نشوف طبعا انا ده الالغوريسم ازاي هو في الاخر بيعمل ادجي لينكينج فخلينا نعملها بمثال معين تماعين هما عنده اميدش بدأ يحسب لها السوب الماسك بدأ يحسب السوب الماسك في التكالة الوريزونتل بدأ يحسب الماجنيتيود بعدين يحسب الـ بالنسبة للماجنيتيود هيبدأ يحسب السريش والديماتريكس أنا دلوقتي معها السريش والديماتريكس السريش والديماتريكس دي عايز شوف مين في دول اللي هيتحول ليبقى يعني أو مين النقط اللي هي تعتبر بتنتمي لنفس الخط المستقيم فالسؤال هنا هل المفروض إن أنا أشتغل على كل السيتا فاليوز أنا عايز دي عارفة إن السيتا ما بين الصفر والمئتين وتمانين هل أشتغل على الصفر هل احتمال يجي لي قيم سيتا كتيرة لدرجة إن السفر واحد يتاربعة لغاية 180 واللي عمل حاجة اسمها كوانتايزيشان كوانتايزيشان يعني إيه أقول إن أنا مش هعرف أتعامل غير مع سيتا عند أرقام معينة فلو قال لك أنت عندك فور كوانتايزيشان لفل أنت عندك مثلا من صفر لبقى على أربع وبقى على أربع على أثنين وبقى على أثنين لإيه تيتها بقى على أربع تيتها بقى على أربع ليه بوي ده مثلا هيا كانت بتقفل غط باي المفروض دي غط باي السيتا اجران ساوي السيتا اجران ساوي 0 وعلي من اجران ساوي البي المفروض الغط 180 يعني لان المفروض لما بنزل تحت بيكون نفس الاتجاهات يعني لو الخط كان فوق لو انا جاءت الخط بقى تحت فهي يا مش لازم اقول 62 يعني فانا هعمل وبالتالي هقف عند الباي السيتا عند 0 وباي على الاربعة وباي على الاثنين يعني دي 45 90 مش فاكرة 135 وده 180 بتعمل بابتا ان انا اكون متك زي كده فيها كل البوس بالفاليس بتاع الباي بتاع السيتا وهنا كل البوس بالفاليس بتاع الالفا هو طبعا هنا ممكن برضو يبقى اللي ايه اخد بالك ان يعملي برضو 5 uniform contation level للradial distance من السيتا ل max distance يعني اعملي برضو 5 contation level بابعندي الالفا بتحتي 0 1 2 3 4 5 دي الاركام اللي عندي ليه الرو طيب هعمل ايه انت بتمسك كل نقطة النقطة دي مثلا اللي هي الواحد دي الاحداث بتاعها ايه 0 2 فالاكس بنا دلوقتي شغالها على الاكس اللي اسمها 0 و 2 الواحد دي اللي هي النقطة بتاعتها 0 و 2 هعمل ايه تعاوض معنات خط المستقيم اللي هو اكس كوزين سيتا زائد واي ساين سيتا اللي هو صفر ما الواقع الاكس بقى صفر صفر كوزين زيرو زائد اتنين ساين زيرو هتطلع على زيرو هيبقى ايه هيبقى الخط ده او النقطة دي الاحداث بتاعتها السيتا بتاعتها والروب بتاعتها هي عبارة عن زيرو زيرو هاجي هنا هحط ايه واحد اقول ان الزيرو والزيرو اللي هي خط تباحة طيب بعد كده انا نفس النقطة بقى انا نفس النقطة دي هبدأ ان انا افترض ان السيتا بتبايع على اربعة والروب هتساوي زيرو كوزين بايع على اربعة زائد اتنين ساين بايع على اربعة هتطلع لبرقم لو اتلع اللي فراكشن هعمله راوند هيبقى مثلا اتنين وواحد ونص هيبقى اتنين هيبقى عند السيتا بايع على اربعة والسيتا اتنين حطيلي واحد يبقى السيتا بايع على اربعة والسيتا اتنين حطها في المعادلة يبقى عندي اكس كوزين سيتا زي ا quem يساوي الرو هيبقى عندي صفر كوزين بائع على اثنين زي الاثنين سين بائع على اثنين هيساوي اثنين هاجي عندي البائع على اثنين وال Mysteration 2 ماشي هخلص طبعا التي تبقى على الاربعة وبالباي هيطليع عندي التي تبقى على الاربعة كمتة سيتا كمتة الروب تلاتة يطبع على الاربعة وثلاتة حطوا واحد وبالباي والزير أحطوا واحد ده اللي حصل لما انا اعملت النقطة دي هاجب عكده النقطة اللي اسمها واحد وتلاتة دي زيرو قصدي زيرو وتلاتة النقطة التانية يعني اللي هي وحاية بس هعمل ايه هعمل فيها نفس اللي انا عملته هنا بس الفكرة ان انت ممكن يجي لك انت عند السفر وتلاتة بقى ممكن يجي لك عند سيتة زيرو الروب زيرو فهتيجي فين تعمل ايه هتشيل واحد حتى وده لتنين هتعمل اكيميليشن يعني تزود ممكن اظهر لك ازهر لك عند السيتة دي معينة تلاتة ستة خمسة تمانية تسعة يزهر لك ارقام اكبر من الواحد لانت بتعمل اكيميليشن كل ما يزهر لك قيمة السيتة والزيرو تيجي تاني بتزود ده معنى ان لو انا عندي تلاتة ده معنى اني عندي تلاتة نقطة يعني تلات نقطة بينتامل نفس الخط اوكي وهنا عندي مثلا تمانية عندي تامنة نقطة بينتامل نفس الخط وهنا تسعة دي طبعا شكل البتاع بعدين بتاخد الماكسيمم بتاخد اكبر رقم وتقول ان هما دول اللي هنو هوصلهم ببعض دول اكبر حاجات هوصلها ببعض لو هي كتخطوط هوصلها ببعض لو هي كتدوير هوصلها ببعض لو تف بس طبعا هشغلين على مواد الخط المستقيم فهي تبقى خطوط هوصل كل الخطوط دي ببعض يبقى كده عملت ده بيبقى مثال بس بسط لشكل ان انت بيكون عندك الامج الاصلية بعدين دي بعدين دي دي ناتج دي الخطوط هاي بتبقى جاي لك هنا ايه متوصلة يعني النقطة دي دي مش متوصلة دي بتيجي هنا متوصلة نتيجة انه انا طبقت الهوف ترانسفورم او عملت الهوف ترانسفورم يعني الستيب بتاعت الهوف ترانسفورم بصدر عشان و طيب بس فطبعا بقى كل حاجة بقى فهلها محتاج ان انت تدرس شوف الهوف ترانسفورم ده كده هو احسن اجريزم ولا ايه بيقولك طبعا يعني اللي انه بيعتمد على فبرضو محتاج تعرف فالسرشلد ده هيبقى مناسب ولا ايه انهي ان سرشلد بلا هتحطها هل هو بيتعامل مع كل الشيبز اللاينز ولا ايه والسيركلز مثلا يعني بيبقى فيه شوية او برامترز يعني او حاجات لها علاقة بي يعني طيب هل الهوف ترانسفورم يمكن يستخدامه فيه طبعا طالما انا عندي بتاعت السركل فانا عرفت ان السركل دي عشان ارسمها او كل النقطة اللي حوالي السركل ممكن ارسمها في الـ x y بلين خلاص ممكن احاول دولاتي عندي معادل خط معادل السركل عامل عامل زي x-a square plus y-b square equal r square من الـ b الـ b هما الـ center بتاعة الدايرة اللي هو النقطة دي والr square هي اللي هو نصف الكترة تاعة الدايرة فانت على الوقت او ثلاثة برامتر زي عن الـ a وال-b وال-r فلو حاولت تحول السركل دي السركل من الـ dimension بتاع الـ x-y بلين وحاولتها لل-a وال-b بلين هلاقي ان كل النقطة اللي بتنتامل نفسي الدايرة النقطة دي هتعمل دايرة في ال-a وال-b بلين نقطة تانية هتعمل دايرة تانية كل نقطة تتعمل دايرة زي ما كان هناك كل نقطة بتعمل خط هنا كل نقطة تعمل دايرة والدوائر دي كلها تتقطع عنده نقطة معينة طالما تكاطعوا يبقى كلهم بينتموا أصلاً في ال-x-y بلين بينتموا النفس الدايرة تمام؟ هتكاطعوا عند ال-a وال-b اللي هي اللي بتحقق المعادلة يعني وطبعاً دا بيكون الهدف ان انت بيكون عندك دايرة بتقدرت انت تعمل circle detection يعني وممكن توصل بعد كده للسركل اللي هي edge linking يعني انت لو عندك circle مش متوصلها وتقدر توصل تمام؟ طبعاً دي شوية references كده هبقى سبها لكم بتشرح برضو half transform بشكل أحسن وبأمثلة خطواتنا برضو من الأول إلى آخر دي كانت المحاضرة بتاعة image segmentation الجزء التاني الخاصة ب half transform والedge linking خدنا ترتين local processing والcuba processing local بيتعامل مع region معينة يعني على أساس region معينة جوة ال-image بيبدأ أحد إذا كنت أنا أحول النقطة دي تبقى معي أو تبقى وان ولا لا ويعتمد على image كلها ككل بيبدأ يتطلع كل اللينز الموجودة وعلى حسب لو هما بيتحدوا مع بعض في نفس ال-A و ال-B أو نفس البرامتر زي بتاعة الخط المستقيم نبدأ أن أنا وصلهم ببعض وشوفنا طبعاً شكل output ده شكل output معين وده شكل output وده برضو كان شكل ممكن تبقى وطور ده كان المحاضر دي إن شاء الله نتقابل في محاضرة كاي